بس في كلام كتير عن إمبارح تحديدنا عايزين نتكلم فيه كان في مشاهد كمان حلوة عايزين نعلق عليها بس خلينا نبدأ بيء المطش نفسه يعني هلك مراحستش مثلاً أن كل جول كان بيجي للأهل يعني مش هتكلم عن المالغي خلاص احنا حننسى حنسامح بس كل جول بيجي كان لازم الفارد يرجعوا ليه هل ده طبيعي ولا لا مش طبيعي أنا شايف أنه مش طبيعي يعني شوف حضرتك المطش النهاية بتاع إمبارح الحاكم ما جابش ما جابش ما فيش فار خالص يعني أنا مش فاهم ليه 협نا طب ماشي أوكي فيه فار احنا ليه بنوض بتاع 5-6 دقايقية في الفار ليه؟ أنا مبرح في وجئتي جداً ان الشوت الأولاني من المباراة بتاعت الماقصة مدي خمس دقايق ده غير طبيعي يعني غير طبيعي أن حاكم يدي خمس دقايق في الشوت الأولاني مع أنه مفيش حد اتصاب أو حد المباراة وقفة غير كل جول ييجي يقولك فارد كل جول ييجي يقولك فارد انا مش فاهم ليه المشكلة فيها. والله احنا الله. ويا ريت الفارد يقول قوله ما كما ينبغي تحس ان الفارد محتاج فارد مساعد اساسي. حقيقي والله. يعني فعلة اه يعني هي كانت اوفر جدا مبارح. طب. وانا مش عارف يعني يعني ليه بيحصل الفارد ليه بيقف كتير. انا ليه مش فاهمها. يعني هي بتبقى يعني ما تجيبش دقيقة يعني يعني. يعني ما تجيبش دقيقة بتاعت 3-4 دقاية عشان تشوف. انا فيه جوال بالعين مش محتاجة الفارد يعني شوفنا مبارح. انا فيه حكام بتقولك انا ما حدش من الفارد يكلمني غير لما انا اعوز ان فيه حاجة. كويس. انا بيكون حاجة. وفيه حكام كتير كتير جدا في الدول الموصل بيعمل كده. انما انا مبارح شفت كتير جدا ان الفارد بيقف كتير كتير جدا. طبعا. ليه انا مش فاهم. وكل جون ييجي يقولك فارد. كل جون ييجي فارد ويتلاغي. وضربة الجزاء. طب. حاجات غريبة جدا يعني المفروض الموضوع بتاع الفارد اه 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 ده مساعد للمباراة. مساعد للمباراة. مش على المباراة. يعني انا ب Governถ چه sever حملة على المباراة. يعني ايز بال ب UFO حقية. Want what speed? ورغم ده كان ممكن يجيب جوال اكتر بكتير برضو يعني اعتقد كانت تخلص اكتر من كتير يعني النادي الاهلي كان ممكن انا يعني انا قبل المبارة انتهي انا قلت بصراحة الاهلي ممكن يكسب ثلاثة اربعة يعني كان ممكن يكسب اكتر ممكن والاداء كمان بعيدا عن الاهداف والسكور اللي اتحقق الاداء المحترب الراخي للادي الاهلي في اخر كم ماتش بطبيعة الحالاكيد هيبقاللو عكاسات ايجابية على الحالة النفسية ولمعنوية وحجم الثقة بالنفسي عند لعبة النادي الاهلي Holocaust لكن هيبقاله مرضود عكسي عند لعبة ישer Chains اللي اكيد برضو سيشوفه فيديوهات المتابعين طبعا متابعين بصنا هادادك متابعين لان النادي الاهلي اسم كبير جدا في افريقيا اسم كبير جدا في افريقيا فالناس دي كلها عرفة كده والنادي الأهلي لو انت هتحسب بطولات النادي الأهلي في أفريقيا هو أكتر نادي في أفريقيا واخد حصل على بطولات فالموضوع هم عارفين جداً النادي أهلي وبيحترموا النادي الأهلي جداً وإحنا طبعاً بنحترم الفرق اللي قدامنا عشان نقدر نكسب أو نقدر نتعامل معهم فلازم نحترم الفرق اللي قدامنا إنما النادي الأهلي اسم كبير جداً 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 والناس دي عاملة حساب النادي الأهلي أنت عامل حساب مثلا مية في المية ومعاملين ألف في المية ديك فطبعا يعني أصد الوقت الكرة بقت واضحة يعني أنت عارف أنا بعلعب إزاي وهو أبعرف بعلعب إزايك فالأمور الواضحة هي التفاصيل الصغيرة اللي هو المباراة هي دي اللي بتخليك تفرق عن الفرق اللي جميع